موسيقى يوم جديد من برنامج جديد بنطلع عليكم مشاهدينا ودايما حملين معنا كل التفاصيل اللي عم بتصير بالساحة اللبنانية بالعالم العربي والعالم وكل مرة بيكبر قلبي أكتر وأكتر لأنه لبنان عم يثبت حاله ببلدنا بالأساس هون من نشاطات حلوة عم بيكون دايما لامع ونشاطاتنا فعالة وإلى دور ورسائل وأيضا عم بيكون في مشاركات رائعة للبنان ولكل الأشخاص اللي عم بيكونوا حاضرين قلبا وقالبا لحتى يقولوا أنه نحن شعب وقادرين أن نعمل فرق كتير كبير وعندنا كل القدرات ما بدنا إلا الإمكانيات والدعم لحتى نكون عم نحقق كل أحلامنا اليوم بدي كون عم نعرفكم مشاهدين عن ملتق أوروبا صار وشاركت في دول عربية كتير ولبنان كان له حصة كتير كبيرة فيه ورح نروح للاتحاد الدولي للفلك باللبنان ورح نتعرف على جمعية كون وسماء ونروح لهذا العالم الحلو لهو عالم خليني أقول الفلك اللي هو بياخدنا هيك للفضاء للنجوم للكواكب لأمور كتير بيصرني وبيشرفني اليوم أحكي عن إنجازات كتير حلوة ومهمة لبلدنا مع ضيفي جون بير صغبيني رئيس جمعية كون وسماء وأيضا المنسق التربوي للاتحاد الدولي للفلك في لبنان أهلا وسهلا فيك معنا أهلا وسهلا بحضرتك تحييتنا أنا بتشكرك واشيعة على الاستدافة شكرا لك وأنا اللي بدي أشكركم لأنه اليوم بدي أحكي إن كنا عم نحكي اتحاد دولي للفلك في لبنان أو بدي أحكي عن جمعية كون وسماء وكل النشاطات اللي عم بتقوموا فيها ومؤخرا هيدا التجربة الرائعة اللي حملتوا فيها عالم لبنان خليني أقول للمغرب وكان فيها المشاركة الحلوة مع بلاد أوروبية وعربية فهذا الشي بيكبر القلب فشكر لألكم بالبداية وأهلا وسهلا فيك معنا شكرا فعلا كانت تجربة حلوة جيدة جدا هذي إذا ما تقول سمرت جهود خلال أشهر وسنين يعني في ناس كتير حتى قبلنا كانوا مبلشين بأشغال مع الاتحاد الدولي للفلك بخص بالذكر دكتور أحمد شعلان اللي بوجه له تحية أكيد اللي هو ممثل للاتحاد الدولي للفلك في لبنان وهذه جهود عبر سنين ووصلتنا بالنهاية أنه نشارك بحدث كان عم بيصير مع دول أوروبية ودول عربية كنا عم نشارك بمدرسة إذا نعتبر نشارك الخبرات اللي صارت إن كان بالدول الأوروبية والعربية والخبرات اللي عنا إياها هون باللبنان بنأنشطة تتعلق بعلم الفلك وهلأ منحكي عنا شوي الأنشطة اللي ممكن نكون أكيد يمكن اليوم نحنا كلبنان يمكن غايبين عن مشاريع للفضاء، الوصول للفضاء مثل ما عم بيصير بدول عربية شقيقة اليوم وصلوا بميشنز من كان الإمارات ومن كان السعودية ولكن اليوم نحنا باللبنان مزبوط غايبين عن هذه النشاطات نصل للفضاء ولكن عنا نشاطات كتير عم تكون على الأرض ولكن تتعلق بها العلوم والحمد الله يعني إن شاء الله المستقبل واعد إذا نكفي بهذه الطريقة هذا اللي بدي أقوله إنه وين كنا وين صرنا وأمور كتير صارت بعتقد إن شاء الله ما كتير بعيدة ويمكن بما الرأد بالمقدمة نحنا عنا القدرات وقدرين نعمل كتير بس بدنا إمكانيات وأمور كتير مع الوقت بتصير صحيح إن شاء الله أخير لا أكيد بقدرات الجميع اللي بهذه الدمان عم يشتغل بهذه المحور هيدا وبهيدا الملتقى شو أنجزته اليوم كاللبنان يعني إذا كمان هيك بنعطي تعرف اليوم الوجود إن كان بالمغرب إن كان هي كان بالمغرب إن كان من إسبانيا كان في مشاركة من مصر كان في مشاركة وغيرها اليوم شو أنجزته وكمان الأجواء هيك شو خلينا نشوية حط شوية الهدف من هاللكاء شو هو الهدف هو أول شيء أكيد مشاركة النشاطات اللي عم بتصير ولكن كمان نصل لآلية عمل مشتركة ونصل لأدوات تنحط على التصير أونلاين للأساتذة يقدروا يكون عندهم هالأدوات إذا بدون يوصلوا يعرفوا هالعلوم من علوم الفلك للتلاميذ يكون عندهم قصص مبسطة بلغة كل بلد من الكين المشاركين فهيدا كان الهدف الأساسي من هاللكاء اليوم شو كان الوجود اللبناني أول شيء أنه كان نقطة فاعلة جدا أنه برغم كل اللي كان بيصير حولينا وعننا بالبلد كنا حاضرين بنشاطات متعددة وكتيرة وأكتر كان فيه دراسة عملناها على البرامج التعليمية يعني وين اليوم علوم الفلك بتبين بالمناهج الموجودة كيفينا نستفيد منها نعم وكيفينا نطورها أكيد اليوم آخر التطوير للمناهج مع الأسف صارلوا من السنة 98 وبهذا العلم هو علم بيقوله عايش يعني اليوم كل يوم عنا اكتشافات جديدة فصارف بده تطوير اليوم كان عنا خطة عرضناها بيها الملتقى كيف نطور المناهج التعليمية بلبنان وهذه الخطة أعجبه كل اللي كانوا موجودين باللي انعرض أكيد وطلب أكيد اليوم التنسيق معنا إن كان المغرب طلب أن ننسق معنا وإن كان المكتب التلييني اللي هو مكتب التلييني للاتحاد دولي للفلك اللي هو منظم كان هذي اللقاء كتير هلأ طالب مننا التنسيق بهذا الموضوع لا يفوت بمناهجهم كمان بمناهجهم ومناهجنا هذا البداية أنا خيري على هذا أهم شيء إن شاء الله نقدر نوصل للمناهج بس هنا أكبر دليل بأهميته يعني بأهميته الكبيرة إنه اليوم قده مهم يكون بين إيدان الأسادة بالجامعات والمدارس كنمال هيك أخذ أعجاب كتير كبير بدنا نكون نحنا كمان عم نستفيد إن شاء الله خير أكيد اليوم نحنا الهدف طبعنا نقدر نسال للمناهج التعليمية إنه نحدث المناهج بيش ضروري يكون في مادة اسمها علوم فلك لا ممكن اليوم بحيالنا مادة علوم الفلك ندخل ندخل سقافة علوم الفلك هذا اللي بهمنا اليوم يعني بكل المواد فينا نكون موجودين إن كان بالمات والفيزيكس والجغرافيا وكل شيء ممكن يدخل فيه حتى بالأدب طبعاً هون كل واحد بيقدر يستفيد هون لوقت نعرف تقافتها صح وأهميتها كبيرة بنقدر مندخلها بكل مادة هون عم نشوف النشاطات رح أحكي للجمعية ولكن تصديقاً على كلامك قديه حلو ندخل بمناهجنا لطلاب من كافة الأعمار يعني اليوم عم نشوف أعمار صغيرة إذا بنا ندرسه فيزيكس أو ندرسه ماث أو نقل له أي رول أو قاعدة كيف لو بسطناها بعالم الفلك وفرجيني قديه بيحفظ أسرع الطالب وبتصله بشكل أسرع طبيعي لأنه اليوم بس يشوف الطالب أوقات من حس المفاجأة بس يشوفه أول مرة بس يقدر يشوف الشمس بالتلسكوب مع أكيد الأدوات الحماية للعيون لأنه ما فينا نطلع ضغر الدراك بس يشوفها بالتلسكوب أول مرة عم بيقدر يشوف الشمس والبوح الشمسي اللي عم بيقدر يشوفها مثلا بيكون مفاجأة له بيبدأ يسأل أسئلة أكتر ويصبح يحفظ أكتر طبعا ويتمكن المادة أكتر أكيد يوم ما فينا نحكي علم فلك ما نحكي مثلا فيزياء ولا ممكن أو مات أو كي هيا مثلا صورة للشمس في ترانزت تبع الميركوري إذا منلاحظ فيه نقطة كتير صغيرة يمكن ما تبين على الشاشة وأعرف إذا أبيني في نقطة كتير صغيرة هذه كانت ميركوري كوكب عطارد من قدام الشمس نصورينا من هنا هذه مثلا الولاد بس يشوفوها بيقارنوا بلشو أكيد بلشو يقارنوا الأحجام يعني قدام بييني عطارد نقطة كتير صغيرة تعرف عم بتخليني هيك أرجع أصلا أنا لكتبة وقت كنت أدرس بالمدرسة أكم من صفحة كنا عم شوفها الصور اليوم لو عندي كان التجربة والإمكانية نقدر نشوفها على أرض مثل ما حضرتكم عم تعملوا بالنشاطات قديل طالب بس يروح على الصف تاني يوم هم رح يكون عم بشارك وعنده الحشرية أكتر طبعا تيعرف أكتر والحلو اليوم بس نكون عم نعمل نشاطات الأعمار الصغيرة بتفاجئنا أوقات بأسئلة وبتفاجئنا بكمية معلومات عندونيها اليوم تعرفي معلومات صارت بتوفرة على الإنترنت اليوم حشرية مجرد ما نمي الحشرية الولد الولد بنبش أوقات على أجوب لحاله يعني حتى بش ضروري نعطي كتير للأجوب يعني بس النمي الحشرية للأولاد سيكون عندهم حشرية الاطلاع وهن قدرين مساعدين يطلعوا يعني اليوم بتصور في كتير أولاد قدرين يوصالوا للإنترنت ويعرفوا الأجوب باللي بعابلهم يعرفوا عنا أجوب هذه الصورة مثلا هذه بتلخص شوي الهدف الجمعية اليوم نحنا وهدف نشاطاتنا يعني اليوم إذا منشوف الصورة البنت الوجه البنت اللي كتير مبسوطة اللي عم بتشوفه هن كانتنا عم نشوف الأمر وهذه الصورة ربحة جايزة بين 47 بلد كانوا مشاركين بحدث نشاهد بس الأمر عم ندعي العالم يشوفوا الأمر هذي من مينة الحصن كان عم نشوفها وربحة جايزة لأنها مؤثرة يعني اليوم الولد قدامه سجم الوجه البنت هيكي هلقد مبسوطة ونشوف حده كمان الولد اللي عم بيطلع هكي عنده الحشرية شو عم بتشوفت وفيها العلاقة الباندينجز اللي تشغل عليها كمانا كمانا شائلة خيئة يمكن هذي قدر تشوف يعني كل هذي بتلخص شوي أهداف الجمعية ونشر المعرفة ونشر المعلومات تبع هالعلوم لأنه حضرتك ذكرت جمعية كون وسماء بس خلينا هيك نعطي لمحة سريعة عن هذي الجمعية ونشاطاتها جمعية كون وسماء أو إنيفرسيال هي جمعية أسست بال2015 الهدف منها كان إقامة مهرجين لعلم الفلك من 2015 من اليوم صرنا عامين سبع مهرجين للعلوم الفلك بهال مهرجين كانت الفكرة أنه نعمل المهرجين بإحدى الجامعات اللبنانية وندعي المدارس للمشاركة هيك صارت الأول خمس اديشنز من الفيستيفال رجعنا المهرجين السادس بأنه بلشنا بكين في كورونا نعمل الأكتيفية برات بالطبيعة وندعي العيال المشاركة وفعلاً عم يكون عندنا مشاركة كسيفة اليوم بنشاطاتنا صار من أكل 15 وعم نشوف الأشواء والحشد يعني نعم من 2015 لليوم صارت تقريباً مشاركة بحدود 25 ألف شخص بين نشاطاتنا هيدول النشاطات أوقات منقوم معهم بجمعيات هيدول نشاط مثلاً بالزوء هيدول نشاط بالبقاع مع جمعية بسمة في جمعيات منقوم معها بنشاطات مشتركة ولكن فيه كمان من نشاطات تبعولنا اللي هي بيكون لحالة نشاطات خصوصاً مهرجين علم الفلك لمدينة فلورنس الفرنسية لأنه صار له 33 سنة بفرنسا ونحن بلشنا بال2015 نعمل هالنشاط هوني حلو يعني عن جد عم نشوف قدي نشر الثقافة مهم وقدي اليوم المشواركن على الملتقى الأوروبي اللي شاركتوا فيه بالمغرب قدي كمان بأكد لأهمية الخطة اللي كنتوا حاملينها مع كل البرامج الثقافية والتوعوية خلينا نقول بتتعلق بالفلك يعني هيدا شيء كتير أساسي وضروري وعم تشوفوا التفاعل مع الناس اليوم لو لها النشاطات كلها اليوم ما كدنا وصلنا أكيد إلى مشاركة بمنتدى من هيدا النوع من الاتحاد دولي للفلك النظم والمكتب التلياني اليوم كلها النشاطات ودتنا بش بس للمشاركة هوني فيش كتير مهم كمانا صار أنه إحدى المدارس اللي بوجهله التحية للاستاذ مارك بوزيد اللي كان معي بالمغرب كمانا اللي يمثل كمانا لبناء فهو نجح إقناع المدرسة اللي هو بيعلم فيها أنه يدخله ساعة علم الفلك بالجمعة لو هي خارج المناهج اليوم لأنه هذه النشاطات لأنه صار في سئة بالنشاطات اللي عم نقوم فيها وبأهميتها اليوم نجحنا نقنع مدرسة أنه تبلغ تدخل ساعة بمنهجها رغم أنه هي بلمشوش بالمناهج طب عندي سؤال هيك لأنه حدثك عم تذكر اليوم هيدا المدرسة قديش لقوا في أصداء عند الأهل بداية والطالب بحد ذاته بالتعليم لأنه تدخلت هيدا المدرسة أكيد أصداء كتير كبيرة وكتير حلوة وحتى ستتنظم نشاط مو بشاركة الأهل كمان يعني اليوم أكيد هذا الموضوع مثل ما بهم الولاد بهم الكبار بهم الكبار أكيد الحلو فيه علوم الفلك أنه بقلهم أنا دايما أنه بتبلش معنا من عمر الخنس سنين يمكن ببلش نسأل أسئلة مظبوط وبتبقى معنا لأسئلة يمكن أواشي بتبلش أسئلة كتير مش بيخة بالسؤال هيك بالسؤال هيك بالسؤال هيك بالعمر الخمس سنين مثلا الشمس كبير أكبر من الأمر ولا الأمر أكبر مبلش هون الأسئلة وبعدين نوصل لأسئلة وجودية صح بتصير بتلقي مام في عنوان كتاب لدكتور أحمد شعلان أين نحن من هذا الكون فممكن نوصل لهذه الأسئلة هذا السؤال حلو الكبير طبعا أنا ذكرت دكتور أحمد شعلان هيك اليوم كمن النشاطات اللي عم بتقوموا فيها تحت ما ظلت يعني خليين قولوا وانت اللي قلت اللي اتحاد الدولي للفلك يعني هون اليوم قديش فيه هيدا الغيرة على هيدا العالم المهم والعميق جدا منكم اليوم كجمعية ومن اتحاد الدولي للفلك لحتى يثبت وجوده أكتر بالمناهج وبالبلد ككل يعني تصديقا على كلامك اليوم أي طفل موجود بالبيت ممكن يسأل سؤال يمكن نحن كأهل أمرار قدي دور الأهل اللي يكونوا مشاركين ما بيعرفوا وكيف بدوا يجاوبوه يعني أمرار عنده السؤال بيكون لعمره بس كمان له أبعاد كتير صحيح هم بتبلش أكيد كيف طريقة الجوانية كمان بتخلي الولد يكفي بهذا المرحشية والاهتمام يهتم للموضوع بالظبط يه انه بوقف اليوم اذا بصال بيسأل سؤال بيقول له شو بدك فيها هالشاغلة خلص ببعود يكفي لا اليوم مفيدا نقول بلبنان والحمد الله فيه مستوى نعم فيه واعي وفيه مستوى كمان من الثقافة عند الأساتزياء وقت كمان عندهم مستوى ثقافي كتير حلو ولكن أكيد بيضل فيه نقص كمان من هيدا المعلومات في بعض انه لازم يكون فيه تمرين واستاجات للأساتزياء تيكون عندهم المعلومات الكافية واللي لازم يجاوبوا فيها للولاد وهيدا الموضوع عم نشتغل عليه عم نشغل على هيدا الموضوع مع الاتحاد ولا للفلك على بروغرام لتمرين الأساتزي صبت قدي مهم الكلام اللي حضرتك عم بتقوله أصلا جوابت قبل شوي وهيدا شي واقعي بيصير الولاد إذا ما أخذ الجواب اللي بيشده وبيخليه نمي هالموهب اللي عنده إياها لأنه أمرار بيكون عنده ذكا أكتر من عمره فحرام من كل رواحنا له يمكن فرص بهيدا العالم الحلو أكيد اليوم لازم يجاوب بطريقة أنه نكون عم نمي هالحشرية مثل ما صارت عنا أنا اليوم مني مني مهندس ميكانيكي بالأساس ولكن كانت عنا هيدا الحشرية من احنا وصغر حشرية الفلك وتنمت مع الأجوبة إن كان من الأهل إن كان من الأساتزة وتنمت هيدا وصلنا بالألفين واربعة عشر لننأسس جمعية بالألفين وخمسة عشر ونقدر نشتغل على هيدا الموضوع بالضبط ونلتحي بالاتحاد دولي للفلك أكيد هون عم نشوف هيدا الصورة كمان هيدا صورة للمشاركة هيدا شهادات المشاركة اللي كنا فيها بالمغرب وهو ستيفانو سندريلي هو رئيس المكتب التليين للاتحاد دولي للفلك أبوازية الشهادات المشاركة هوني سيد مارك بوزيد كمانا أكيد كان وجودكم مهم اتنينتكم كمان مثلتوا لبنين أجمل تمثيل وحملتوا معكم هيدا البرنامج المهم يعني هيدا كمان فخر لبلدنا لنفرج كل العالم إنه نحنا عنا يعني عنا أفكار وعنا حلول لأمور كتيرة صحيح اليوم اليوم الدور الرائد اللي فيه يلعبوا لبنين هو بتنزيم محاضرات من هالشكل يعني اليوم لأجل اللي صار بالمغرب لأجل الصورة اللي اعطينيها بالمغرب اليوم الحديث أنه يصير الملتقى بلبنين خلال الفين واربع وعشرين فالعمل جاري على هذا الموضوع أنه نستضيف الدول بين 12 ل 15 دولة نستضيفهم بلبنين ويكون العمل على هذا الموضوع بزا بطمنا بعيدة عن لبنين على كل الأحوال وبجهودكم بدي أرجع كرر لأنه بحلقات سابقة يمكن فكرنا كتير عن فنيسيا وعن بيروت وعن هالبرنامج المهم والكمبيتشن خليني أقول لي صارت لي فرجينا أنه فيه أسمان خليني أقول لكوكب صحيح لكوكب ونجمة اليوم في 2019 خصص نجوم وكواكب يبدأ نثبت حالنا أكثر وأكبر دليل منطقة سيصير في 2024 في لبنان طبعا هذا العمل جاري للتخدير لهذا الموضوع ويصير هذه المنطقة في لبنان بالضبط، شو بعد هيك بدك تخبرنا عن هالعالم المهم اليوم يمكن رسالة للأهل يمكن رسالة لكل صبي وابنت وشب وصبيه اليوم عندهم هيد الحشرية اللي موجودة والأسئلة شو بتنصحهم؟ أنا أول شغلي بدي أقول لكتير أوقات بيسألونا سؤال طيب إذا تخصصنا هالإختصاص شو فيه شغل بلبنان صح مضبوط اليوم يمكن مفي شغل بهيدا الدومان يمكن الدومان هو تعليم أكتر بروح الشخص بيعلم أو شيء ولكن أنا بدي أقول لأشخاص كتير موجودين أنه في كتير لبنانيين مع الأسف بالخارج بس ممنعرف أي متى ممكن يرجعوا طبعاً اليوم إذا أسسنا اللي يكون عندنا اليوم 1960 كان فيه بروغرام سبيس بروغرام في لبنان وتوقف ما في شي بيمنع اليوم يرجع نصير ما بعرف إذا فيه إشياء بتانية بتمنع ولكن أنه اليوم على قليلة العلوم اليوم فينا نيوم نعلم وفينا نكون موجودين بلبنان وعم نشغل مع الخارج نحن موجودين بلبنان اليوم لاحظ نلحظ مع موجود أشخاص كتير بلبنان صحيح بقى أحني برا ولكن اليوم مع التكنولوجيا والزوم عم بيطابعوا كتير وعم بيساعدونا كتير وعم بيكونوا كتير فاعلين بنشاطات إن كان بمحاضرات وإن كان بتوجيه للطلاب اليوم كل اللي وصلوا نعرف أشخاص كتير صارت بالنازة من أصل لبناني يعني كانوا هنا باللبنان ودرسوا باللبنان ورجعوا تابعوا دراساتهم برا وصاروا بالنازة ومهندسين موجودين معنا وبوجه تحية بالأخص لأنا خياط نعم ما شاء الله تحية كبيرة فاليوم هني موجودين هناك وعم بيتابعوا مع الطلاب بيرجدون بيدلون كيف تعملوا هني وكيف وصلوا تبايدوا الخبرات بحد ديتها عم بيعطون أشوات كتير كبيرة فالرسالة الأهم ما يفقدوا الأمر اليوم اللي بيحب أن الأستروفيزكس أو الأسترونومي يتابع فيها اليوم فيه ماسترز باللبنان بالأستروفيزكس فيهم يتابعوا وبعدين بيتابعوا للخارج وبعدين شو بيصير ما بنعرف بس نرجح إن شاء الله بيرجعوا لللبنان يعني كمين نعمل نشاط بلبنان عم نشوف الدول العربية بلشت وما في شي بيمنعنا سبقتنا بأشوات تعرفوا اللي بزع لك أستاذ جانبير يعني تصديقا على كلامك فكرت بالألف وتسعمية وستين يعني كان لبنان دايما نسبق بكل شيء يعني في دول الأوروبية ما عندهم بعد بروغرام هذا البزع لك يعني بسمع لي دايما ما بنا نفقد الأمل نعم نعطي نصايح للشبه والصوايا استمروا دايما أمنوا بقدراتكم وببلدنا لحتى نظلنا استمرين صحيح إذا ما كان هون يكون خارج لبنان ولكن عم بيكون عنده إموت كتير كبير في لبنان يعني اليوم مثلا برجع بقول أنه في باحثين لبنانيين برا بيجوا بيعطوا محاضرات وبيوجهوا الطلاب هذا شيء كتير مهم للمستقبل يعني كمان مئة بالمئة نحن نحط السوشال ميديا الخاص بالجمعية بقدروا الناس يفوتوا وكلام اللي حضرتك عم بتقولوا بيكون موجود كل المعلومات اللي بيحبوا وليستمروا ويكملوا طبعا اليوم إن كان بفيسبوك إنيفرسيال ليبان أو الإنستاد نحن كل شيء بيكون عندنا نعمل من النشاطات بيكونوا عم نحطوا على السوشال ميديا أنا بدأ أشكرك شكرا لحضورك شكرا لأنكم مثلتوا لبنان أجمل تمثيل بالمغرب أهلا وسهلا فيك معنا المهندس جون بيير صغبيني رئيس جمعية كون وسماء وأيضا المنصق التربوي للإتحاد الدولي للفلك في لبنان شرفنا أهلا وسهلا فيك معنا تحياتنا لألك مشاهدينا لهم يكونوا وصلنا لختام هذه الحلقة مش جديد معادنا بجدد معكم بكرة نفس المعاد فكونوا بألف خير وكتر إلى اللقاء اشتركوا في القناة